اشتركوا في القناة انا فيه برامج لاننا احنا نجيب البرنامج مش الشخص في حالة ما اذا نجيب شخص مرة وما زيش نجيبه معناها لان الفنانين عندهم برامج السؤال اللي نطرحه عكس سؤالك ولماذا دائما نتكلم على الفنان العربي وما نتكلمش على الفنانين يعني ولا مرة سئلت على الفنانين الاجانب ورغم اننا نجيبه اجانب كثير يعني من اوروبا ومن هذا لا بس في جي خطرة في مهرجان نجوة كرم في كل عام جي للجزائر وفي كل مرة نسمعها على ميزانيات الضخمة تاخدها نجوة كرم واخر مرة سمعنا على طائرة خاصة جات بها نجوة كرم حتى هي ردت على صفحاتها على مواقع تواصل الاجتماع على بها نسق سوديم على قالت باللي اخذيت اموال طائلة من الجزائر؟ لا قالت جيت بطائرتي الخاصة للجزائر شوف نجوة كرم لمعلوماتك كان عندنا موقف معها فقط فالموقف هذا باقي مسجل لها ولحد الان ما تاخدش خمسين في المئة من السعر اللي تاخده في حتى في لبنان لكن حتى حتى في لبنان الشيء اللي كان انها كانت في جولة في الجزائر وهذه قلتها مرار عديدة ولحد الان هي بالنسبة لها مدانة الى الجزائر مازال لحد الان صح كل مرة تصرح تتكلم الشيء اللي الناس تتكلم على اموال واموال انا اقول كين فناني جزائريين بدون ذكر اسمعهم ياخذوا اكثر من الجوة كرم لكن في كل مرة انت تتصرح سامحني استاذ بن تركي قلت انه حتى كادم استعر هاد المرة قال انه قدم لكم خمسين بالمئة يعني نقص لكم خمسين بالمئة وما جبتوهش لانه قلتو المبلغ تاعو كان كبير هو صراح انه نفس المبلغ النجوة هو نفس المبلغ اللي كان مقترح على كادم ساهر وما حضرتوش كذلك والمعرجة الانسى لا خلينا تكلمانا نبقى في نجوة كرم تخبركم شيء وما عندنا رحول كذا مساح فنجوة كرم